أنتوا قد تحدثت إليكم عن نظرية النسبية لألبرت أينشتاين وقلت أن ألبرت أينشتاين اكتشف أن الفضاء هو رباع الأبعاد ثلاثة أبعاد للمكان الطول والعرض والارتفاع والزمان أضاف الزمان ألبرت أينشتاين كبعد رابع وتبين بالفعل أن الفيزياء في عالمنا هذا وقوانين الفيزياء تعمل في أربعة أبعاد ليس ثلاثة أبعاد السؤال الذي يأتي هل ممكن أن نستخدم البعد الرابع هل يمكننا استخدام البعد الرابع للحركة مثلا أو الانتقال دعنا أولا نحكي عن الأبعاد الثلاثة لو أننا حصرنا أو سجننا شخص في غرفة في غرفة لا الطول عرض وارتفاع محصورة بجدران على الطول وعلى العرض ولكن بدون سقف فإن هذا الشخص يستطيع أن يهرب من هذا السجن الثلاثة الأبعاد وذلك باستخدام البعد الثالث لارتفاع يعني ربما يأتي إلى حيط ويصطدم بالحيط يصطدم بحيط على الطول والحيط الثاني على العرض بس بما أنه السقف ما موجود يستطيع أن يحط سلم ويهرب من هذا السجن الثناء البعد الآن لو أننا سجننا كائن نتخيل كائن ثناء البعد يعني مثل نقطة حبر مثلا سجننا على ورقة مثل هذه الورقة فإن هذا الكائن الثناء البعد سيتحرك بهذا الاتجاه باتجاه مثلا الطول الورقة أو يتحرك بالعرض أو بأي مساحة يتحرك في كل الأحوال عندما يقترب من حافة الورقة سيقف لأنه عالم ينتهي عالم ثناء البعد وهو كائن ثناء البعد أكرر كأنه نقطة أو فجوة صغيرة ملتصقة بالورقة هو ملتصق بالورقة هو لا يستطيع عندئذ أن يخرج من هذه الورقة وكلما وصل إلى حافة من الحافات سيقف ويرجع لأن هذا عالمه كما مبين بالفيديو اللي على الشاشة حقيقة هناك بعد ثالث نحن نشعر بالبعد الثالث لأننا كائنات ثلاثية البعد وندرك عالمنا هذا هذا خلاف هذا خلاف الاختلاف هو لا يستطيع أن يقفز من الورقة لاحظ لأنه لماذا لأنه لن يتمكن من استعمال البعد الثالث لا يدرك البعد الثالث لا يعي البعد الثالث وبالتالي لن يستخدم البعد الثالث فهو مسجون على سطح الورقة طيب بما أننا كائنات ثلاثية البعد وعالمنا زي ما يقول أنشتاين رباع البعد فهل نستطيع استخدام البعد الرابع يعني لو سجلنا شخص في غرفة مغلقة من جهاتها الستة تماما مسكر عليه تماما هل يستطيع هذا الكائن أن يهرب باستخدام البعد الرابع الجواب نظريا هذا ممكن لكن السؤال هل فعليا يستطيع أن ينتقل بجسمه أم بوعيه لنعود إلى الكائن ذي البعدين الملتصق بالورقة كما قلت هذا الكائن سبب عدم استطاعته استعمال البعد الثالث هو أنه لا يدرك ولا يعي ولا يتمكن من استخدام البعد الثالث ولذلك هو مسجون إنما هنا ينبغي أن نلاحظ مسألة أننا بأجسامنا هذه كائنات ثلاثية البعد نحن كائنات ثلاثية البعد لسنا كائنات رباعية البعد ثلاثية البعد في أجسامنا البعد الرابع من نوع آخر من جنس آخر وهو الزمن فكيف نستطيع أن نهرب من خلال الزمن برأيي برأيي لا يمكن الهروب واستعمال البعد الرابع الزمن بأجسامنا بماديتنا بكتلنا المادية بل نتمكن من ذلك من خلال وعينا لأنه في الوعي الزمن على فكرة نحن نشعر ونفهم الزمن من خلال البعد من خلال الوعي يعني وعينا هو اللي داي خلينا نشعر بالزمن ونتعامل مع الزمن كفاعل في وجودنا طيب كيف نطلع من من عالمنا من خلال الزمن أو من خلال وعينا بالذات من خلال وعينا وحدة من الطرائق المباشرة واللي كلنا يمكن نشعر بيها ونتعامل معها في أوقات مختلفة هي الأحلام في الأحلام نحن نكون يعني نايمين ولكننا ننتقل من مكان إلى آخر بوعينا نفوسنا تنتقل وربما ندخل في عوالم عجيبة غريبة ربما ندخل إلى عوالم بالأحلام تعجبنا وننبسط فيها ونشعر فيها ونشعر بالأحداث فيها وربما أيضا نشوف أحلام للأسف كوابيس أحيانا ونرتعب منها ولا نتمنى البقاء فيها لذلك قال الله تعالى سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك لاحظوا لاحظوا الآية يتوفى من الأنفس ليس الأرواح يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت وين يتوفاها متى عندما تكون في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى الأخرى التي لم يقضى عليها الموت إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ترجمة نانسي قنقر